موضوع ان كنت قلعت الحجاب فاتهجمت من زمايك الفنانات اه طبعا جلت عندي يعني ليه هجم ممكن لو رجعتها في الأرشيف لا اتقال كلام ملوش لازمة بقى اللي هو يعني زي ما قلتلك هي ما لقيتش فلوس رجعت هي مش عارف ايه هي دخلة بس عشان تعمل شو او بتاع شو ايه مش فهمني يعني وطبعا عملولي اعداد مجلس تقديب منهم برضو ناس من اللي بيقلعوا دلوقتي او قلعوا او بتاع انا مش فاهمين لا عارف مش خوف ولا ولا يعني هو عملية تقديب مش افضل انا عارف لا حصل مشاكل كتير حصل مشاكل كتير وكان الله رحمه صاحب استاذ فرغالي عايش كان في بيته يعني بيتعمل لي شبه مجالس تقديب انا برضو انا بالتحديد يعني مش اي حد تاني برغم ان فيه قلعوا كتير جدا يعني ايه مجلس تقديب مش فهم انا عايز افضل مجلس تقديب حضرتك يعني ايه مثلا يعود الكبارات يعني برغم انهم سابوا الفن لكن برضو بيبقى كأن ترتيب افيش هما الاقدم يعني ايه بستفوك بقى مش بستفو حضرتك يعني بستفوني انا بس انا اسكت بسكتش يعني فمش عشان حاجة هل في منهم ناس رجعوا للتمثيل بعد كده؟ طبعا زي مين؟ كلهم كلهم رجعوا للتمثيل الهم مين؟ هاتلي حد كان محجب وقالا ما نرجعش للتمثيل حضرتك فيه بداتا من سوسن عدير صبري حالة هانا ايمان العاصي كثير انا مش متذكرة هل في خلافات حصلت بينك ساعتها وبين مسلا مدام عفاف شعيب بينك وبين مدام سوير رمزي مدام شهيرة؟ يعني طالما حضرتك ذكرت الاسماء انا مش عايز اذكر له انا ما بعرفش اكرا حد انا بحب الناس كلها وكل واحد ليه دماغه طب ايه يعني ايه الخلاف؟ انا شخصيا مش ادرا فهم ليه؟ لان كان كتير قوي ولكن هذه الفريدة ليه؟ اسمعنا لا خبط جامد يعني خبط جامد يعني ايه اللي حصل يعني؟ وصل الى اي مدى وصل الخبط؟ وصل للجرائد والمجلات وكلام مش لطيف وضايق دايقني وضايق اهلي وضايق الناس كتير بس احنا الحمدلله يعني حضرتك برده من الناس وفهم احنا ليه نجزور كويسة قوي فمفهوم يعني تأزيتي مثلا جامد ساعتها؟ لا ما حدش قدر يزيني اصلا لكن كان الرد اول دور في شعة ثلاث ساعت انا معرفش ان يعني الكلام بمعرفش ازا حدوق ايه ان في جهاز امني جالك البيت حاجة زي كده؟ يا دكتور ده حضرتك مفروض متابع الحاجات دي حضرتك برده مركز يعني اصلا انا اتضرب علي عبيتي نار ثلاث مرات استاذ جالي الشرق اوي ربنا ديه لعمره مصطحة جاي لي البيت وجاي مع يوسف الشعبان وجات احمد ادم ويوني الشالبي كتير قوي زمالي اللي كنت مش طعب مصرح ساعتها وحلان شاوقي مش عارف ايه كله جاني عالبيت لان فيه ضرب نار مين ضرب ايك النار؟ ما هو امن الدولة بقى هو ولا عشان كده ساعتها شافوا ايه الموضوع وتعرف كان ايه؟ فيه اتنين كان ايه؟ كان ايه انا معرفش قوليل ارهاب يا دكتور ارهاب ارهاب كان لازم ناخد بالنا ساعتها ده ايه؟ كان فيه ايه؟ فيه اتنين منهم محبوسين لغاية دلوقتي وانا رحت المحكمة وقفت وكلمتهم وانتهم لما تطلعوا اهلي بقى مستنينكم دولكم نجموا عند بيتي على باب الشقة شايل بوكي ورد وسكينة ومسدس ده ده فيلم كبير جدا ده كل ده كمرتوب بانك انتي اه متهدي ده ترجعي ترجعي طيب المؤخرا اللي حصل دلوقتي بتشوفتيه يعني يعني الهجوم الرهيب اللي حصل على مدام شهيرة ومدام سويل رمزي شايفاها ازاي يعني؟ شايفاها بلا وجه حق اشتركوا في القناة